روى الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق خلال حوار له مع صحيفة اندبندنت عربية خفايا النظام السوري والمواقف التي حدثت عند اندلاع الاحتجاجات السورية في عام 2011 وذلك بحكم قرب السعودية والملك عبدالله بن عبدالعزيز لسوريا خلال تلك الفترة وكان ضمن تلك المواقف التي كشفها بندر انشقاق رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب حيث قال بندر عن ذلك الأمر سمعنا من حجاب العجب بعد انشقاقه وقال إن أول لقاء جمع حجاب الرئيس بشار الأسد كان بعد توليه رئاسة الحكومة في يونيو حزيران من العام 2012 حيث حاول حجاب خلال ذلك اللقاء شرح الوضع الداخلي لبشار في محافظة دير الزور خاصة أن حجاب من ذات المحافظة وأوضح له أن العديد من أهالي المحافظة تواصلوا معه وأبلغوا بما يحدث معهم من قمع وتنكيل لكنه تفاجأ برد الرئيس السوري بشار الأسد عليه حيث قال له لا تشغل نفسك بذلك الأمر أعرف بالوضع جيدا وهو تحت السيطرة وطلب منه تجديد عقد تليفونات وإعطائه لرامي مخلوف وطلب منه تخليص بيع أرض للدولة تابعة لشقيقه ماهر الأسد وبحسب بندر فإن رياض حجاب خرج من هذا الاجتماع بقناعة أن الدنيا وما يحدث في واد وبشار الأسد في واد آخر وفي السادس من أغسطس آب لعام 2012 أي بعد شهرين من تعيين حجاب في منصبه رئيسا لوزراء سوريا أعلن انشقاقه وغادر سوريا مع عائلته إلى الأردن حيث وجه صفعة قوية للنظام السوري كونه أعلى مسؤول سياسي سوري ينشق منذ بداية الثورة وتحدث بندر أيضا عن دور المملكة في محاولة حل الأزمة حيث قال إن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز أرسل مندوبين أكثر من مرة إلى بشار لتحذيره من تفاقم الأزمة فكان رد بشار على الملك أنه يعي جيدا ما يحدث وأنه سيتخذ إجراءات للسيطرة على الوضع وأشار إلى أن تلك الإجراءات تتطلب إصلاحات اقتصادية ورفع مرتبات الجيش فقام الملك عبد الله على الفور بإرسال مبلغ 200 مليون دولار كمساعدة عاجلة لتهدئة الوضع والتعامل مع الأمور سياسيا واقتصاديا وأضاف الأمير بندر أن بشار أخذ الأموال دون فعل شيء بل زاد في القمع والتنكيل بالشعب السوري حيث استهدفهم بالصواريخ والبراميل الأمر الذي جعل السعودية تغير موقفها حيث اقتنع الملك عبد الله أنه لا يمكن التعاون مع هذا الشخص ترجمة نانسي قنقر